الكلام مختضب وما في الجنان يظهر على فلتات اللسان هذا قد ينطبق على الإنسان وقد ينطبق على واقع الأمة ما في جنان واقع الأمة يظهر على فلتات كتب المؤرخين هذا كتاب سليم إنه سليم ابن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل في صفحة الحادية والسبعين بعد الخمسمائة إنه الجزء الثاني قال البراء ابن عازب فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله تخوفت أن تتظاهر قريش على إخراج هذا الأمر من بني هاشم فهناك الكثير من الصحابة كانوا يعرفون بمؤمرات هؤلاء المنافقين القضية لم تكن سرية إلى ذلك الحد لكنها لم تكن طافحة على السطح قال البراء ابن عازب فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله تخوفت أن تتظاهر قريش مثلما تحدثت سورة التحريم عن تظاهر عائشة وحفصة مع بقية المجموع أن تتظاهر قريش على إخراج هذا الأمر من بني هاشم فلما صنع الناس ما صنعوا من بيعة أبي بكر أخذني ما يأخذ الوالها الثكول مع ما بي من الحزن لوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فجعلتوا أترددوا وأرمقوا وجوه الناس أرمقوا أراقبوا أنظروا إلى وجوههم يريدوا أن يقرأ ماذا يجري فجعلتوا أترددوا وأرمقوا وجوه الناس وقد خلى الهاشميون برسول الله صلى الله عليه وآله لغسله وتحنيطه وقد بلغني الذي كان من قول سعد بن عبادة ومن اتبعه من جهلة أصحابه منا أمير ومنكم أمير هذا الكلام الذي دار في تلك السقيفة النجسة المشؤومة وقد بلغني الذي كان من قول سعد بن عبادة ومن اتبعه من جهلة أصحابه فلم أحفل بهم وعلمت أنه لا يؤول إلى شيء لأن سعد بن عبادة أراد أن يكون الأمر إليه هذا هو الذي يشير إليه البراء بن عازب فجعلت أتردد بينهم وبين المسجد وأتفقد وجوه قريش فإني لكذلك إذ فقدت أبا بكر وعمر ثم لم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعانية الصنعانية نسبة إلى صنعاء إنها أزر يمانية نسيجها يماني وهم محتجزون بالأزر الصنعانية يبدو أنهم اتفقوا على أن يلبسوا ثيابا موحدة حتى يعرف بعضهم بعضا قد أقبلوا في أهل السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعانية لا يمر بهم أحد إلا خبطوه فإذا عرفوه خبطوه يعني أمسكوا به بقوة من دون رعاية أو احترام إنها عملية إكراه على البيع من هنا تأسس الإرهاب حين نتحدث عن الإرهاب الصدامي هذه جذوره وحين نتحدث عن الإرهاب الداعشي هذه جذوره هؤلاء هؤلاء آباء الإرهاب الصدامي وآباء الإرهاب الداعشي وآباء الإرهاب القطبي لا يمر بهم أحد إلا خبطوه فإذا عرفوه مدوا يده بالقوة فمسحوها على يد أبي بكر شاء ذلك أم أبا هذا هو الذي جرى الإرهاب بدأ منذ ذلك اليوم وبدأ بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله واشتركت النساء والرجال في ذلك وهذه التفاصيل بين أيديكم ما نراه اليوم في الحركات الإرهابية ما هو إلا صدى لذلك الإرهاب دققوا النظر في هذه الكلمات اجمعوا هذا المضمون مع ما قرأته من تأريخ الطبري لأن الطبري لن يذكر الصورة كاملة ذكر جزءا من الصورة بقية الأجزاء سأقرأها عليكم تباعا وأنا لا أقول من أن المعلومات هذه كاملة هذا شيء مما جرى على أرض الواقع وقد يكون فيه خلط وخبط وتحريف لكننا نأخذ الصورة الإجمالية لا يمر بهم أحد إلا خبطوا فإذا عرفوه مدوا يده بالقوة فمسحوها على يد أبي بكر شاء ذلك أم أبا هذا ما جاء في كتاب سليم بن قيس هذا الكتاب للمفيد المتوفى سنة 413 الطبري متوفى سنة 310 سليم بن قيس متوفى سنة 76 للهجرة المفيد المرجع الشيعي المعروف متوفى سنة 413 للهجرة هذا كتابه الجمل إنها واقعة الجمل الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة هذه الطبعة طبعة طبعة السيد الشهداء الطبعة الأولى 1430 هجري قمري قموا المقدسة في الصفحة الخامسة والسبعين وروا أبو مخنف لوطن بن يحيى الأزدي عن محمد بن سائب الكلبي وأبي صالح ورواه أيضا عن رجاله عن زائدة ابن قدامة قال كان جماعة من الأعراب قد دخلوا المدينة ليمتاروا منها ليمتاروا ليشتروا الميرة ما يحتاجون من الطعام والبضائع والأغراض وليس بالضرورة أن يكون هذا الكلام دقيقا لأن قبيلة أسلم وهي من الأعراب حينما دخلت المدينة وازدحمت بهم السكك وهو شيء غريب لم يكن يحدث سابقا ماذا قال عمر بحسب الطبري ما إن رأيت أسلم إلا وقد أيقنت بالنصر بالنصر على من بالنصر على آل رسول الله بالنصر على رسول الله وعلى علية فهؤلاء جاءوا لنصرته وهذا تخطيط مسبق كان جماعة من الأعراب قد دخلوا المدينة هذه ربما تكون مجموعة أخرى قد دخلوا المدينة ليمتاروا منها فشغل الناس عنهم بموت رسول الله فشهدوا البيع وحضروا الأمر فأنفذ إليهم عمر واستدعاهم وقال لهم خذوا بالحظ والمعونة على بيعة خليفة رسول الله واخرجوا إلى الناس وحشروهم ليبايعوا حشروهم بالقوة اجمعوهم عملية إلقاء قبض على الجميع واخرجوا إلى الناس وحشروهم ليبايعوا فمن امتنع فاضربوا رأسه وجبينه هذا هو منطق عمر ما هو هذا الذي قرره في قضية الشورى العمرية ويقصد من ذلك عليا مثل ما قال أمير المؤمنين هذا هو المنطق العمري على طول الخاط وحشروهم ليبايعوا فمن امتنع فاضربوا رأسه وجبينه قال فوالله لقد رأيت الأعراب قد تحزموا واتشحوا بالأزر الصنعانية وأخذوا بأيديهم الخشب وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطا وجاءوا بهم مكرهين إلى البيع هذا هو الذي جرى في تلك الأيام وكان هجومهم على بيت الزهراء كي يكون درسا للبقية من أن بيت الزهراء نحن نحرقه فمن أنتم فمن أنتم إذن لابد أن تبايعوا وبايع الناس وهذا هو واقع المجتمع في كل زمان ومكان هذا كتاب الاحتجاج للطبرسي من علماء الشيعة ومن علماء القرن السادس الهجري نحن لا نعرف بالضبط السنة التي توفي فيها هذا المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزعين فكتاب الاحتجاج يتعلف من جزعين وهذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والسبعين من الجزء الأول بحسب هذه الطبعة التي بين يدي الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة فنزل نزل أبو بكر من المنبر بعد كلام طويل مع عدد من الصحابة ممن رفضوا بيعته فنزل ثم أخذ بيده وانطلق إلى منزله وبقوا ثلاثة أيام لا يدخلون مسجد رسول الله من هم أصحاب السقيفة فلما كان في اليوم الرابع جاءهم خالد بن الوليد ومعه ألف رجل فقال لهم ما جلوسكم فقد طمع فيها والله بن هاشم لأنكم قد أصفتم بالضعف بسبب النقاشات التي أثارها أصحاب علي وهم من كبار صحابة رسول الله العلاج ليس في النقاش العلاج في هذه الجموع من البدو من الأعراب الجفات إنه الإرهاب الداعشي نفسه ما جلوسكم فقد طمع فيها والله بن هاشم وجاءهم سالم مولى أبي حذيفة ومعه ألف رجل وجاءهم معاذ ابن جبل ومعه ألف رجل فما زال يجتمع إليهم رجل الرجل حتى اجتمع أربعة آلاف رجل فخرجوا شاهرين بأسيافهم يقدمهم عمر بن الخطاب حتى وقفوا بمسجد رسول الله فقال عمر والله يا أصحاب علي لئن ذهب منكم رجل يتكلم بالذي تكلم بالأمس لأنهم نطقوا بالحقائق وما استطاع أبو بكر وعمر أن يجيبوا بحرف واحد والله يا أصحاب علي هذا هو الإرهاب الفكري هذا هو الإرهاب الفكري وهذا الإرهاب الفكري نحن في أجوائنا الدينية الشيعية نعاني منه كثيرا مراجع النجف حوزة النجف الحوزة الطوسية اللعينة النجسة تمارس إرهابا فكريا على الذين يريدون أن يصلوا إلى الحقيقة يريدون أن يتمسكوا بدين العترة الطاهرة ومن هنا فإنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أصحابه كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد التي طالما قرأتها عليكم في برامج السابقة وحدثتكم عن مضامينها فقال عمر والله يا أصحاب علي لئن ذهب منكم رجل يتكلم بالذي تكلم بالأمس لنأخذنا الذي فيه عينه وهذه لقطة أخرى من المصدر نفسه في الصفحة الثمانين وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال ثم إن عمر احتزم ب إزاره وجعل يطوف بالمدينة وينادي ألا إن أبا بكر قد بوي على فهلموا إلى البيعة فينثال الناس يبايعون ينثال الناس يبادرون فعرف عمر فعرف أن جماعة في بيوت مستترون لا يريدون الخروج للمشاركة في بيعة الضلال هذا فعرف أن جماعة في بيوت مستترون فكان يقصدهم في جمع كثير ويكبسهم ويحضرهم المسجد يكبسهم يعني أنه يلقي القبض عليهم وهم في بيوتهم ويحضرهم المسجد فيبايعون حتى إذا مضت أيام أقبل في جمع كثير إلى منزل علي فطالبه بالخروج فأبى فدعى عمر بحطب ونار تفاصيل واقعة الهجوم على بيت أمير المؤمنين لا أريد أن أتحدث عنها في هذه الحلقة لضيق الوقت لأنني إذا أردت أن أتحدث عنها لا بد أن أبسط القول بخصوصها في الصراط المستقيم هناك لقطة أيضا هذا هو الجزء الثاني في الصفحة الثانية والثمانين مثل ما قلت لكم ما أنقله لكم ليس بالضرورة أن يكون دقيقا في كل حرف القضية أسوأ من كل هذا الذي نقلته لكم وهذا سيتضح تباعا فجاءهم خالد وقال قد طمعت فيه بن هاشم طمعت في هذا الأمر وكأن الأمر ليس لبني هاشم ليس لأمير المؤمنين فجاءهم خالد وقال قد طمعت فيه بن هاشم وجاء سالم بألف رجل ومعاذ إنه معاذ بن جبل من أعداء العترة الطاهرة ومعاذ بألف رجل فخرجوا إلى المسجد شاهرين سيوفهم وعلي جالس في نفر من أصحابه فقال عمر إن تكلم أحدكم بما تكلم به أمس أخذت الذي فيه عيناه فكان بينه وبين خالد بن سعيد كلام خالد بن سعيد من أولياء أمير المؤمنين وكان قد ناخشهم في المسجد وأفحمهم في القول وقرع عمر بن الخطاب تقريعا شديدا وكشف عن أصله النجس والمحاورة موجودة لا مجال لقراءتها فكان بينه وبين خالد بن سعيد كلام فأجلسه علي وكبر سلمان سلمان المحمدي كبر وقال سمعت رسول الله يقول هذا أخي وابن عمي جالس في مسجدي في نفر من أصحابه إذ يثب إليه جماعة من كلاب أهل النار سلمان يحدث المسلمون لا يكذبون سلمان وهذه حقيقة قلت لكم هذه الصور مجزوعة مجزوعة بسبب التحريف والتصحيف وهناك أسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن وكبر سلمان وقال سمعت رسول الله يقول هذا أخي وابن عمي جالس في مسجدي في نفر من أصحابه إذ يثب إليه جماعة من كلاب أهل النار يريدون قتلهم فلا نشك أنكم هم سلمان يقول لهم فلا نشك أنكم هم من أنكم من كلاب أهل النار فهم به عمر أراد عمر أن يعتدي على سلمان فهم به عمر فجلد علي به الأرض أمير المؤمنين قام وأمسك بعمار رفعه وضرب به الأرض هذا معنى فجلد علي به الأرض فهم به عمر هم به سلمان فجلد علي به الأرض فقال له علي يبن صحاك هذه جدة عمر شريفة جدا جدا شريفة عفيفة ولذلك أمير المؤمنين يذكرها لشرفها وعفتها وسلامتها فقال له علي يبن صحاك لولا كتاب من الله سبق وعهد من رسول الله تقدم لأريتك لأريتك أينا أقل ناصرا وأضعف جندا ثم قال عليه السلام لأصحابه انصرفوا وحلف أن لا يدخل المسجد إلا لزيارة أو حكومة أو حكومة لأمر قضائي إلى آخر ما جاء مذكورا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الكلام طويل والتفاصيل كثيرة هذا هو الذي جرى في تلك الأيام وهذه المعطيات تمثل جزءا من الحقيقة لأن الحقيقة أكبر وأعظم من كل ذلك إذا ما ذهبت إلى سورة الروم وإلى الآية الحادية والأربعين بعد البسمة ماذا نقرأ فيها ظهر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون نحن بايعنا في بيعة الغدير على أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط وفقط وفقط وإذا أخذنا من غير علي وآل علي فذلك هو الكفر بعينه الجزء الثامن من الكاف الشريف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة أي زمان الغيبة الأولى هذا هو الجزء الثامن في الصفحة الرابعة والخمسين إنه الحديث التاسع عشر بسنده بسند الكليني عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه في قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير إنها السقيفة القذرة سقيفة بني ساعد الحكاية أكبر من هذه الصور التي نقلتها لكم هذا هو القرآن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قد يقول قائل من أن واقعة السقيفة حدثت بعد القرآن بعد أن اكتمل نزول القرآن وهل القرآن كتاب عادي ككتاب أنا أؤلفه يكون حبيسا في الوقت الذي ألفته فيه وبعد شهر أتمنى لو أنني أعيد تأليفه من جديد كي أغير فيه كثيرا من الأشياء هل القرآن ككتاب أنا أكتبه أو يكتبه غيري من الناس القرآن في الوقت نفسه يتحدث عن الماضي ويتحدث عن الحاضر ويتحدث عن المستقبل وإن أبعد شيء عن عقول الرجال تفسير القرآن فإن أول الآية يكون في شيء وإن وسطها يكون في شيء وإن آخرها يكون في شيء آخر نحن لا نتعامل مع القرآن بهذه الطريقة السخيفة العادية هذا كلام الله وكلام الله يختلف عن كلامنا هذا كلام الخالق وكلام الخالق هو غير كلام المخلوق المدار الذي يدور القرآن عليه ولاية علي وآل علي بحسب هذا المنطق ومن هنا فإننا بايعنا في بيعة الغدير واشترط علينا رسول الله ذلك أن لا نأخذ التفسير إلا من علي وآل علي فقط وفقط وفقط ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ما جرى على هذه الأمة من يدها من يدها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إمامنا الباقر يقول ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير لماذا ذكر الإمام الباقر قول الأنصار ولم يذكر قول أبي بكر وعمار لم يذكر قول المهاجرين لأن هؤلاء لم يكن الإيمان قد دخل في قلوبهم الأنصار كانوا مؤمنين وهم الذين جاءوا من المدينة إلى مكة يبحثون عن رسول الله وبايعوا رسول الله حينما كان في مكة بايعوه على أن يدافع عن وعن عترته الأنصار كانوا مؤمنين وبقي الأنصار على طول التأريخ قريبين إلى العترة الطاهرة بدرجة إذا أردنا أن نقايسهم مع المهاجرين المهاجرون المهاجرون كان الكثير منهم من أبناء الزواني فمكة في ذلك الوقت كانت عاصمة السياحة الجنسية وكثير منهم كانوا من أبناء الزنا هذه حقيقة عودوا إلى التأريخ أما الأنصار في المدينة لم يكونوا كذلك وكان هناك عداء ما بين قريش وبين قبائل الأوس والخزرج وكانت قريش تعيرهم وتنتقصهم لكن الأيام دارت فلجأ أهل مكة لجأ أبناء قريش في الهجرة إلى الأنصار والأنصار تفضلوا عليهم شاركوهم في بيوتهم وفي فراشهم وفي طعامهم وفي أموالهم وفي أعمالهم وفي كل شيء الموضوع بحاجة إلى تفصيل فالمهاجرون لا يعتب عليهم الأنصار هم الذين يعتب عليهم فلما صار حال الأنصار هكذا يطالبون أن يكون الأمر مناصفة فيما بينهم وبين المهاجرين ظهر الفساد حين هذا هو الفساد في أوضح صوره قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير المطالب تحتاج إلى تفصيل يكون أكثر من هذا الذي بينته وشرحته لحين يقضى تطلب ، منا كنت يقضى تطلب القليل وبرو